بعد رجوع الشعب الشعب مش كان مذبي مقيد ممنوع يتحرط برا مدينة بابل او برا الحدود بتاعة مملكة بابل ممنوع مقيد الخطيئة قيدته ولو الخطيئة قيدتك تعال اليسوع عشان يحرر ليه تعيش مقيد ليه تعيش مقيد بالحزن ليه تعيش مقيد بالهم ليه تعيش مقيد بأمراض ليه تعال للرب يسوع والرب مش بس بيخلص يعني لما خاطب ييجي للرب ويسلم حياته للرب على طول دم الرب بيطحره ويتولد الولادة التانية كمان الرب مش هو المخلص فقط هو ايضا المحرر الاعظم ولو انت عندك قيد سجاير ب الخمر مسيطر عليك بيهدد صحتك عندك قيد تطلع تقول لي مش قادر انت مش قادر انت امين انك بتقول انا مش قادر لكن احنا مش عايزينك امين فقط احنا عايزينك امين وعندك ايمان وثقة في الرب بتصدق الرب انه بيحرر من الحاجات اللي انت ما تقدرش تحرر نفسك منها يعني مقيد بقيد جنسي انت مش قادر تطلع منه طب تعالى للرب مسدق ان الرب يطلعك من هذا القيد والرب يسوع يحرر يحرر لازم نؤمن بكده ولازم لما بنكلم الناس عن الرب نقول لهم ان الرب يسوع يحرر يخلص الخاطي يحرر مقيد يشف المريض ده الرب الرب يسوع اتا لكي يحرر وقال عن نفسه ان حررتكم بالحقيقة يعني ما فيش غش بالحقيقة تكونون ايه تكونون احرار نرفع ايدينا كده علشان اي قيد لسه موجود في حياتنا يقع اعلن ايمانك ان الرب يحرر ويحرر اولادك من اي قيود من اي تأثير لارواح شريرة لسبب او لاخر بيليها بتتحكم باسم الرب يسوع نرفع دينا نعلن قوة دم من الرب يسوع نعلن ان الدم علينا وحرية حقيقية ونقول لا يتصلط علينا شيء باسم الرب يسوع لا يتصلط علينا شيء الرب بيحرر يحررك 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 من قيودك بتكذب كتير مش قادر توقفك كتب تعال للرب لكي يحررك من القيد ده ممكن واحد تاني بدايما عنيد الرب يحررك من قيد العناد واحد دايما بيشتم مش قادر يوقف شتيمة الرب يحررك من قيد الشتيمة باسم الرب يسوع مش قادر تدي وبخيل وخايف تدي من اموالك الرب يحررك من هذا القيد ايضا قيد الخوف قيد البخ باسم الرب يسوع نرفع ايدينا نعلن لا يبقى قيد لا يبقى قيد الاجتماع ده لازم نصدق ان فيه تحرير من القيود تحرير من قيد الفشل تحرير تحرير من ردود افعالك مؤزية تحرير تحرير من انك تبقى مؤزي للاخرين تبقى مؤزي لأولادك حرية حقيقية تحرير من العناد اي صفة سيئة مسيطرة عليك هنا في الاجتماع بنعلن حضور الرب يسوع اللي فيه كل الكفاية للشفاء من الامراض وللتحرير من القيود باسم الرب يسوع لو انت بتخاف من الشيطان تخاف ازاي يعني تتحرر من الخوف انت لك سلطان على الشيطان مش الشيطان اللي سلطان عليك مش انت مش الشيطان يخوفك انت اللي تخوف الشيطان عشان الدم عشان انت تحت دم الرب يسوع المرعب لابليس يا رب نشكرك ونباركك ونعزمك